بس ايه هاخد خبرين ثلاثة قبل المفاجأة الاول بالنسبة لكهربا كهربا كان اشتكى قبل المباراة بشكة كده وبعدين عمل اختبار وكان جيد وبالتالي شارك في المباراة بدايتها بعد ست دقايق شعر بالشد مرة تانية وقبل ما يحصل طرقاء او حاجة طلب الخروج وكان افضل حاجة عملها النادي الاهلي انه خرج مبكرا من اللقاء الاشاعة قالت انه ما عندوش تمزق انه عندو شد قوي بيحاول النادي الاهلي انه يلحق بمباراة الوداد لكن انا وجهة نظر الشخصية انه الوقت داية وانه من الصعب انه يلحق بالمباراة نتمنى انه يلحق لكن وجهة نظر الشخصية انه من الصعب انه يلحق بهذا اللقاء لكنه في كل الاحوال مسافر مع النادي الاهلي الى المغرب بالسلامة بكرة هيكونوا في المطار في تمام الساعة الوحيدة واقلعت طائرة تلاتة ونص باذن الله ظهرا او عصرا لقالي خد النهاردة اجازة رغم انه كان في الجدول في تمرين لكن الراجل مع المجهود الكبير اللي بذل فضل انه يديهم اجازة بكرة بقى ما عرفش هيتمرنه او مش هيتمرنه في المغرب ما اعتخدش انه بعد المشوار ده كله وبيعتبر كمان السفر ارهاق فاعتقد انه بكرة كمان اللعيبة هتاخد اجازة ده بن نزبه اللي كهربو